لا يحق لأي مصنع أن يستخدم مادة نتامايسن وأن يخالف بذلك مواصفة اللبنة الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية هذا ما أكده وزير الصناع حسين الحاش حسن في مؤتمر صحفي اعتبر فيه أن سمعة اللبنة اللبنانية تضررت لكن في المقابل لفت إلى أن الموضوع ليس بالخطورة التي صور بها فالمدى المحافظة مستعملة عالميا بنسب محددة وفي أنواع معينة من المنتجات الغذائية ما بيننعب اللبنة ولا بيتخاطر فيها جمعية الصناعيين ونقاط صناعات غذائية وزارة الصناعة وزارة الزراعة لبنور كلنا إيد وحدة لنرجع نرد للبنة سمعتها بلبنان وسمعتها تضررت شوي في دراسات كتير عن النتامايسين زودونا فيها اللي استعملوا النتامايسين محترامي لألهون حتى لو كانت هذه الدراسات صحيحة حتى ولو كانت هذه الدراسات صحيحة ما نحق إستعملوا النتامايسين الحاش حسن أكد التزام المصانع المخالفة سحب المادة الممنوعة بأي اللي استعملوا أنا بقدر أقول لللبنانيين اعتبارا أنت طبخاتكم بتكون تشوفوا بالسؤالة شو بتسحبوا منها شو بتخلصوا منها على آخر ما بقى حدا يستعمل لتامايسين لبنة اللبنانية مفخرة للصناع اللبناني الخطأ حصل لكن ليس عن سوئنية يقول الحاش حسن مضيفا سنعالج الموضوع ونتابعه عن كتب كي تستعيد اللبنة اللبنانية سمعتها ترجمة نانسي قنقر